قبل ما ابدأ مع حضراتكم في موضوعاتنا النهاردة حابب اوجه رسالة واضحة جدا للزميل العزيز الأستاذ عمر أديب عمر مبارح وهو بيتكلم عن الراحل واقل إبراشي كان مخضوط جدا وكان مفزوع جدا من رد فعل الإخوان وبعض من يعومونه على أمواجهم من فكرة انهما شمتوا فوائل وقال عمر هو متأثر جدا أنه يعني لو حصل له حاجة الناس ما تسيبوش لوحده وما تسيبوش لكلاب السكك وأنه ما يسيبوهوش للناس تنهش في لحم أنا بنفس حالة السخرية دايما اللي بيستخدمها عمر يعايز أقول له اجمد يعني اجمد بلاش كده لسبب بسيط جدا أنه شماتة الإخوان في أي حد في صف 30 يونيو وصف الدولة المصرية في الجزمة يعني لما يشماتوا في حد بيموت أو بيمرض أو بتحصل له أي مشكلة شماتتهم دي في الجزمة فعلا وشيء مفروض أنه لا يفزعنا ولا يغضبنا ولا يخوفنا لأنه اللي مش واخد باله منه عمر أنه الإخوان الوقتي بيمارسوا نوع من الإرهاب بالموت أو بالمرض تصوير المسألة وكأن اللي بيموت ده أنه ده غضب من ربنا الموت ده حق أو كأن المرض ده غضب من ربنا وعقاب فاللي بيموت ده يبقى ربنا عقبه دون أن يعني يلتفتوا إلى أنه دي سنة الحياة ناس بتتولد والناس بتموت ناس بتمرض الناس بتحصل لها مشاكل ليه بقول أنه لا يجب أن نلتفت إلى ما يقولون ولا إلى شماتتهم ولا أن احنا نتأثر بهذا الشكل ولا نبقى خايفين ولا نقول يا جماعة أيدونا ونصرونا ووحمونا منهم وبتاع نحن حق وهم باطل نحن انحازنا إلى الوطن وهم انحازوا إلى أعداء الوطن نحن نعمل في بلدنا وهم بيعملوا ضد بلدهم انت بتتكلم عن الوطنيين والخونا الناس اللي قاعدين في بلدهم وبيحاربوا عشان بلدهم والناس اللي خرجوا يتأمروا على بلدهم طول الوقت أنا بقول لكل واحد الآن من الحكاية دي يا جماعة لا تلتفتوا لأن دول دول وبعدين الناس تخاف من أنه يقول لك بيدوا علينا يعني كان ربنا استجاب لهم وهم في اللي حصل لهم دول ناس شردوا في الأرض يعني جزاء خيانتهم ليه هذا البلد تم تشردهم وتم ترضوهم وخرجوا قاعدين بيتسولوا في بلاد الدنيا وقاعدين ياخدوا تمويل عشان يتأمروا على البلد فإذا كان دعاهم مستجاب يا أخي يعني يدعو لنفسهم أنه ربنا يخلصهم أو ينقذهم مما هم فيه أنا بقول بس هذه الرسالة أنه يعني عمر يجبت كده ما يخافش أنه كلها أقدر ربنا المرض قدر ربنا الموت قدر ربنا ومحدش محدش هيحم حد ولا حد هيرجع الناس دي عن اللي بيعملوه أو يقنعهم أنه هم يصمتوا وما يشمتوش لا شمتتهم أنا زي ما قلت عالجزمة لأنه هؤلاء ناس الحقيقة يعني خاصموا كل معاني الإنسانية وكل معاني الأخلاق وكل معاني الأديان اللي ربنا نزلها الانتفات ليهم أو الخوف منهم أنا أعتقد أنه لا يصح ولا يجوز ودي بالمناسبة أنه نقول لعمر يعني الحمد لله على السلامة هو عوفي من كورونا الحمد لله ومزيد من التألق وما تخافش وما تقلقش وما تعتقدش أن الناس دي لها قيمة لا لشمتتهم قيمة ولا لدعائهم قيمة ربنا متطلع على القلوب وربنا هو اللي بيحكم بين العباد في الدنيا وفي الآخر دي رسالة بس يعني كنت حريصة أن أنا لأنه في ناس كتير تفزعت من الكلام اللي تقال وفي ناس خدت كمان عليه أنه ليه أنت يعني في معسكر الحق ومعسكر الوطن ومعسكر البلد مفروض الناس تبقى واسقة مما قامت به ومما فعلته أكثر من ذلك